السلام عليكم ه hariUU payett Queens من افخم الموبايلات الايجافي بالنزل الجديدة ضد الآن من و الوقت الموبايل المتوسط من الشركة وهو هم من اله في مواصفات حلوة ما بين اله York 24 الاهي منه و الرو plus اعلى منه وده الموايل المتوسط و نزل تحت مسمى quins 12 plus فقط دعونا نتعرف على اهم المواصفات و اهم المميزات اللي نزل بها الريلم اتناشر بلس والتنازلات اللي في الموبايل والفرقات اللي ما بينه وبين الريلم اتناشر اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات وده بقى ايه الفيديو الجديد بتاع الريلم اتناشر بلس لايك سريعي للفيديو ما تنساش اشترك في القناة برضو ما تنساش والاشعارات اكيد عشان تتابع كل الكلام الجديد اللي جاي بداية من شكل الموبايل او جسم الموبايل الشكل ما اختلفش كتير عن الريلم اتناشر اللي فات مع اختلافات بسيطة هتلاقي هنا حواف الكاميرات او بروز الكاميرات قليل شوية عن الريلمي اتناشر وزن الموبايل لتنين تقريبا متقاربين مئة وتسعين جرام مع سمك او تخاند سبعة وتسعة ميلي نفس الخامات تقريبا تحس ان الفرين بتاعه ألمونيوم والخامات الضهر بتاعته تسجاج لكن هي من البلاستيك او البوليكاربونايت اللامع كده شوية بيحس ان هي فخمة اوي الموبايل برضو نفس الكلام ده عمل للاي بي اربعة وخمسين ودي نفس الكلام اللي كانت موجودة في الريلمي اتناشر هفيش اختلافات حتى الان لكن هنا الاختلاف بقى في الهيدفون جاك او منفذ السماعة السلك تلاتة ونص ميلي الموبايل هنا ما بيدعمهاش وده على خلاف الريلمي اتناشر بيدعمها اما بعد ولفنا الموبايل فهتلاقي شاشة الموبايل الشاشة هنا جاية من نوع امولود بحجم ستة تفاصلة سبعة وستين انش بمعدل تحديس مية وعشرين هرتس وبجودة فول وكمان دعيمة لل observer هتلاقي هنا الشاشة اعلى شوية من اللي موجودة في الريلمي توالف الريلمي توالف كان اما اللي موجودة في الريلمي توالف بلس موجودة هنا السوبر امولود اكيد بيطبها افضل وكمان مع مية وعشرين هرتس فاكم كويسة جدا شاشة الموبايل هنا نسيب بقى الكلام ده وديجي الاداء المهم جدا وبرضو اللي هلاقي فيه تطوير وتطوير مهم جدا وهو برضو المعالج هنا او البروسر جاي برضو من شركة ميدياتيك ديميني انستي سبعة تلاف خمسين بتقنية ستة نانوميتر اللي كان موجود برضو في الرالم تولف برضو من شركة ديمينستي ستة تلاف مية بلاص واللي كقولت لك بيعادل الهيلو جي تسا وسعين اللي موجود في الرالم تولف بلاص برضو من شركة ميدياتيك وبرضو 5G لكن اداءه اقوى جدا وهو السبعتلاف خمسين سبعتلاف خمسين ده يتفوق على الستلاف مية بلص والهيلو جي تسع وصعين بفرق كبير جدا اقوى منهم بفرق حلو وبفرق ملحوظ قلت لك الستلاف مية بلص اللي موجود في الريلم تولف محقق على انتوتو ربعمية وحداشر الف نقطة اما بقى السبعتلاف خمسين اللي موجود معنا النهاردة محقق خمسمية تلاتة وستين الف نقطة فهنا في فرق كبير جدا لصالح السبعتلاف خمسين اللي موجود في الريلم تولف بلص وده الفرق الفعلي اللي حصل والتطوير الفعلي اللي حصل في الموبايلات الجديدة من ريلمي موجود في الريلم تولف بلص فايف جي فده بيديك حرية حلوة او حرية كبيرة انت تقدر تشغل جيمز براحتك وتشغل جيمز تقيل براحتك يشغل على اعدادات عالية مفيش فيها اي مشكلة حتى برضو السوفتوير بتاع الموبايل او الاندريد بتاع اندريد 14 مع وجهة الريلمي الجديدة فوجهة سالسة ونعمة جدا فبتديك اداء حلو في التصفح وفي التناقل وفي المهام اليومية مفيش فيها اي مشكلة واداء الموبايل هنا كويس جدا مفيش فيه اي مشكلة اما بقى لو جدينا الكاميرات الموبايل فحنلاقي ان الكاميرا الرئيسية بدقة خمسين ميجابيكسل قلت شوية هناك كان مية وتمانية ميجابيكسل لكن ما زالت خمسين ميجابيكسل قوية جدا وبتديك صور مرضية جدا لحد كبير وكمان موجود هنا الكاميرا تانية تمانية ميجابيكسل كاميرا الترويد والكاميرا التالتة اتنين ميجابيكسل للميكرو او العزل فموجود هنا معاك تلات كاميرات على اختلاف كان كاميرتين والكاميرا السلفو بدقة ستاشر ميجابيكسل اعلى من اللي موجودة في فالكاميرات هنا ممتازة جدا وبتصار معاك حتى اعلى من اللي كان موجود في وكمان كل كل الموبايلات اللي فاتت كان بتصار معك اما بتصار معك حتى فدي قدرة كويسة جدا. الصوتيات في الموبايل طبعا جاية سماعات مزوجة دي نقطة اكيد كويسة. اما بالنسبة بطارية الموباير فجاية بكوة خمس سالاف ميلي امبير مع قدرة شحن سريع بكوة سبعة وستين واط قدرة شحن عالية جدا واعلى من اللي موجودة في كانت موجودة في خمسة اربعين واط اما في موجودة سبعة وستين واط قدرة شحن السريع لمتعودين عليها من اللي بتشحلك البطارية تقريبا طيارة كده ما بتاخدش معك وقت اطلاقا فقدرة شحن كويسة جدا في الموبايل. الموبايل هنا بيدعم معك ودي نقطة اكيد كويسة وبيدعم معك معظم المستشعرات فدي برضو نقطة كلها كويسة وكمان موجود بصمة الازمة او بصمة بقى موجودة في الشاشة فدي بتبقى شيك شوية فده كان كل شيء تقريبا بخصوص موبايل ريلمي الجديد اللي احنا بس بنتابعكم كده بكل الحاجات الجديدة وهيبقى فيه كلام اكتر عن الموبايلات دي ده بيبقى بس فيديو تعريفي بالموبايل اول ما بينزل لينا في الخارج عشان نبقى عارفين ايه اللي نزل لينا ونستنىه ولا لا. وطبعا الموبايل بينزل منه نسخة كتير تمانية جيجا مع مية تمانية وعشرين واكتر من نسخة بتنتشر لينا فعدها كان كل شيء بخصوص فيديو النهاردة فيديو زي ما قلت لك فيديو تعريفي اتمنى يكون اعجابكم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة عشان تابع كل الكلام الجديد وعليك ايه الصفصار اكتبه في الكمنت هات واشوفكم في وديو غال اخير فرأيت الله